عندي خبر مهم بقولك صوارش يتمسك باستمرار محمود متولي وده على عكس رغبة لجرة التقطيط في الآهل أي حاجة الوقت بيقولها صوارش بقى الآهل يقول عكسها يعني هو شايف ان محمود متولي بقولك أدوه بيتطور وهن هو يحتاجه الموسم الجديد ورافض فكرة أعارضه لجرة التقطيط شايفة أن أعارض محمود متولي مهمة لأنه هترجعه تاني المستوى دي أرأة فنية في الآخر يعني لكن حتى الصفقات اللي هو بيطلبها بقولك وكيله اللي هو نونو جمش اللي هو طبعا كان نجم كبير كان مهاجم معروف يعني طالب بعض اللاعبين منه منهم لعيب أرشانتيني اسمه لوسيانو أكوستا بلعب في أمريكا معروضة عن نادي الأهلي فالحقيقة برضو لجرة التقطيط رفضة بتقولك أن احنا الكلام ده الأجانب بالذات ما بيش حاجة اسمها بقى المدينة الفني عن طريق وكيله هو اللي يجيبهم وده حاجة بقت غريبة جدا زي موسيماني عن طريق زوجته هو اللي كان بيجيب اللاعبة فالقال شيرب ميكسوني وبرستاو والشي اللي دي وقابلها بواليا وباتجي يعني أسماق بيتيجي غريبة جدا لأنا بيستفدش منهم بحاجة ففي المرات دي الموضوع مش هيبقى كده لأنه يبدو كمان أنه صعب جدا للصوارش يستمر أنا معي على التليفون كابتن أحمد سامي المدير الفني لنادي سيراميكا كيلوباترا النهاردة تعادل مع فيوتشر الحقيقة واحد واحد وعمل ماتش كويس جدا كابتن أحمد مسائل فل زي حضراتك الله يخليك أخبرك يا كابتن كله تمام الحمد لله ماتش كان صعب النهاردة أعتقد فلت فيوتشر فدقة كبيرة ومعه مع كابتن علي مهام قريب كويس جدا والحمد لله يعني احنا قدنا ماتش كويس جدا على مستوى الأداء بداية الماتش رضا يتأخذ ماتش على كل الأرقام يعني احنا كنا أفضل وبيعته فرص الحقيقة أن هذا كتير هذا عانا فرص كتير ده ده سيدي الكورة يعني أنا باشكر القعيبة طبعا الأداء وده مش الماتش مش الماتش اللي الاتنامس في كلا بس ماتشات ثلاثة أربع ماتشات اللي فاته برضو بداعين فرص كده ماتش امبي بداعين ثلاث تكوان يعني مش عايز أقولك مش فرص مزبوط ده حاجة أكيدة يعني مزبوط ماتشات كتير كده بس هو إن شاء الله ربنا سائل يعني إيه اللي ناقص أحمد ثاني في سيراميكا أنت يعني هو بس الأهداف مختلفة شوية يعني أنا جاي الفرقة على أساس إن أنا على أساس إن أنا الفرقة طعص الدول ممتاز بشكل كويس مم ولأن ده بعنا أنا جاي من طور التاني كان فرقة 18 بلد تمام من طور التاني بيبقى صعب جدا والفرقة كانت أصعب طبعا دول التاني أصعب ها الفرقة كانت غريبة من تحت كله الفرقة تحت كان غريبة جدا مم فكت يعني أنا كانت الأهداف مختلفة شوية طبعا الفرقة المشكلة إن الفرقة طبعا الفرقة الفرقة فيها أساسي كويسة مم لكن هو في الآخر أنت اللعيب لو مش مستريح نتيجة الدخوط معينة مم ما بيطلق لكش الكواليتي اللي أنت عايزه مهما كان آه فهما الفرقة فرقة قويسة وفيها أساسي كلهم لعيبة كبيرة لكن ما لموش نقط بشكل مستريح الدول الأولاني ساعدهم إنهم يروحوا آه مراكز متقدمة ويلعبوا مش هراسة أكتر فالدول التاني بيبقى صعب عشان كده فأنا الفترة دي أنا كنت يعني تجهيز إن أنا إن أنا الفرقة طاعة في الدولة المنتزل بشكل كويس وفي الآخر تبقى آه نبني للسنة الجاية نتيجة إن أنا نعود مع الإدارة بقى وحنشوف النظر نعمل إيه لكن هو في الآخر فيه هيكل دي هيكل لفرق السيراميكا هيكل رئيزي في الفرقة آه لعبة كبيرة ولعبة كويسة محتاجين بعض التدعمات في بعض المراكز اللي هي نقفة عنه عشان كده يعني إنت عشان كده ماشيين في سكت إن ممكن تبقى فيه صفاقتها عبو دوليام عالقال اسمعنا مصطفى ميسي وشاد حسين خلاص شب راحوا لأهلي يعني هو في الآخر لسه ما فيه صيغة نهائية بس هو فيه اهتمام يعني فيه اهتمام بس بالاتنين دول تحديده وإن أنت حضرتك كابتان أحمد قلت أوكي أنا معنديش منع تضايق العيب وأنا الكلام دا كنت بعمله في صموحة يعني أنا ما يعني ومع أي فرقة أنا معنديش لو العيب شايف إنه هو عايز روح فرقة كبيرة وعنده طموح أكتر ما قافشه قدامه بس أهم حاجة أنا أوفر البديل طب أنا هسألك قبل ما هسألك في توفير البديل وهسألك برضو بإحساس المدرب الكبير وأيضا المنتمل الأهلي هل مصطفى ميسي فعلا نفيد الأهلي وشهد حسين طبعا لعيب سن المتخب الأولمبي 2001 لعيب مهاري لعيب أشول لعيب بروميس انكجامس ونادي الأهلي خلي بالك لما بيدور على العيبة اللي هي في الناس صغير بيدور على العيبة اللي هي قدامه مستقبل إن هو بيعدي بشكل كويس جدا في الفترة في الفترة دي يعدي بشكل كويس وسنه منتخب الأمبي يعني يشيل مع النادي الأهلي يعني أقصد يشيل ضغط الأهلي وبطولات الأهلي وأنت عارب برضو فيه اللي عيبة بتبقى كويسة تروع عنديت أهلي وزمالك وتبصت لها ما قدرتش على الضغط هو في الآخر في الآخر أنت بقى كمدرب معاك كابتن أحمد سماني كده طيب هنحاول نجيب تاني الكابتن أحمد سامي لأنه الدنائحاء إنه صفقة مصطفى ميسي وشادي حسين خلاص خلصوا بصلاح النادي الأهلي يعني الشبه الموضوع خلص بالنسبة للنادي الأهلي لكن هل حيكون في الصفقات تبادلية قال إنه ممكن صلاح محسن يروح في كلام إنه حسام حسن ممكن يروح برضو سيراميكا وإنه كابتن أحمد سامي متحمس للإتنين جدا والإتنين مرانم على فكرة في سموحها سواء صلاح محسن أو حسام حسن كابتن أحمد رجع لنا يا كابتن معاك ما عليش الخط أطح بس بقولي حضرتك إن الموضوع مش لعيب بس أنت بتشتري طبعا الخامة الخامة دي كويسة المدرب بقى إزاي بيعيد تأهيل في لفل لفل الضغط النفسي واللعبة على الطولة ده شغل المدرب وكهاز فني أنت كإدارة أنت بتوفر للمدير الفني لعيب كويس وأنت بتختاره لكن أنت أعزك المدرب زي فجر اللي جواه بقى أو زي خليه أدامك حسام حسن إيه اللي حصل معاه موسيماني قتله قتله رجل هداف وراجل كواه قاعد سبع شهور ما بيلعبوش خالص وفجأة ابتدى يلعب وفجأة لازم يبقى كويس إزاي تيجي يعني سمعنا أن أنت يا كابتن يعني كنت عايز حسام في الصفقة دي يعني حسام حسن وصلاح موظف لا لا هو حسام أي فرقة تتمنى يعني حسام أي فرقة تتمنى ألاقيب كويس إنت متوقع الأهلي ممكن يسيبه أنا معرفش هو لسه ما فيش حاجة هو فيه اهتمام من نادل أهلي لكن ما فيش صيغة نهائية لا أنا بتكلم كتوقع كتوقع لا أنا مش متوقع حاجة نادل أهلي لغاية آخر اللحظة ما تعرفش بيقايم لسه آه يعني لسه ما فيش أي حاجة لا كلعيبة أو في حاجة والله هو بس نادل أهلي أبدأ اهتمامه باللعيبة اللي عام طب لو قلنا يا كابتن كابتن أحمد سامي لو هو شاف لعيبة في الأهلي ممكن يحتاجها الموسم الجاي تختار مين كصفاقات تبادلية مثلا أي أي لعيب في نادل أهلي لا يكوى في المجموعة الموجودة دي آه طبعا يعني بتقل مثلا صلاح محسن مستوى متراجع أي لأ لأ سيبك من المستويات المتراجعة في أساس أنت كمدرب ترجع مستويات اللعيبة دي إزاي أنا بكلمك على بقى لعيبة هو نادل أهلي اللعيبة مش وحشة اللي هو نادل أهلي والناديل أهلي مش محتاج ثورة في اللعيبة ولا حاجة دي نتيجة تراكمات ونتيجة برضو بعض الأمور أنا ما شعر عشان أنا مدرب مش عدر أتكلم فيها لكن هو في الآخر في الآخر لا لعيبة نادل أهلي اللعيبة كويس مين اللي قال نادل أهلي والعيبة وحشة تمام طيب كابتان أحمد حسألك سؤال إنت لكليك تصريح قلت لما فيتوريا جي أنا تكلمت معاه بصراحة أكتر من لازم مش كده قلت حقيقة قلت الجملة دي آه ايه أكتر حاجة كنت تصريحه وعتبرت أنه أكتر من لازم كان أصدك يعني إيه إيه الموضوع اللي كلمتوا فيه هو هو يعني مستقفيتوريا اسمي كبير وهو بيسألني أسئلة فأنا نازم أرد عليه الصراحة لأنه ده منتخب بلدي وإنا عايزه ينجح ويكسب الدنيا فأنا بأكلمه في كل الأمور الفنية ومشاكل اللي عندنا سواء في الدوري سواء في بعض المراكز في منتخب مصر سواء في النواحي التكتكية بالنسبة للعيبة المصرية إيه أكتر حاجك وحسيت أنه كنت صريح قوي فيها أو صدمت أنا مش حادر أقول ليه بقى مش حادر سر لا يعني هو يعني كانت قادة صراحة يعني حسيت أنه اتصدم فيها يعني لا يعني لا مش اتصدم يعني هو الراجل بيفكر نفس طريقة التفكير وشايف اللي أنا قريب اللي أنا شايف في يعني الحاجات دي بتبقى أنا هو هو المدرب فأنا سيب له حرورة اختيار مش حين في عاون تصريحات حوار سري بيني وبينه لكن تكلمت في مراكز مثلا معينة كل حاجة فيها نقص في الكرة المصرية بشكل عام بشكل عام والنواحد تكتكية واستعاب المدلعيب المصري وكل الكلام اللي حضرتك نفسك دي قاعدة قاعدة الدقيب ساعة وشوي أوكي كابتن أحمد سامي أنا مشكرك شكرا جزيلا وبالتوفيق إن شاء الله أنا متأكد إنه سيراميكا في الموسم الجديد حيكون حاجة تانية مختلفة تماما شكرا شكرا جزيلا